السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم النهاردة هنشوف حل التحدي الخامس اللي عرضناه الاسبوع اللي فات تعال قبل ما نبدأ نفتكر التحدي نفسه كان بيقول ايه التحدي كان بيقول ان عندي جدول الجدول ده فيه اسعار بتاعت منتج وحيد انا بشتغل في منتج واحد بس والاسعار بدأت من 1-1-22 وكل فترة بيجي تحديث للسعر بدأت بـ 500 جنيف 1-1 15 مارس 515-15 ابريل 520 المطلوب ان احاول الجدول اللي فيه كولوم واحد او عمود واحد للتواريخ انه يكون عندي عمودين للتواريخ باستخدام Power Query العمود الاول يكون فيه بداية السعر والعمود الاخير يكون نهاية السعر وطبعا هتلاحظ ان العمود بتاع نهاية السعر هو اليوم السابق لبداية السعر الجديد وطبعا السطر الاخير هيكون فيه اخر تحديث حصل للسعر وتاريخ النهاية بتاعته هتكون تاريخي اليوم لان لسه مجاش ليه تحديث جديد ولما نضيف تاريخ جديدة زي دول مثلا على الجدول الاصلي وعمل Right Click طبعا هيحصل تحديث بشكل تلقائي والعمودين بتاع التاريخ سيحصل لهم تحديث بشكل تلقائي فيه افتراض مهم جدا في المثال ده انه يكون التاريخ مترتبة التاريخ الجادول الاصلي مترتبة كمان في فيديو انا بعرض فيه المشكلة كان هنا فيه غلطة في التاريخ كان August 20 دي كان بالغلط لكن الصح انه يكون 11 August 22 الحقيقة المرة دي كل الاجابات اللي جاتلي كانت اجابات كويسة جدا يمكن يعيبها بس ان بعضها كان طويل شوية لما نشتغل الوقتي مع بعض هتشوف قد ايه الحل بسيط جدا وقصير جدا مجموعة خطوات بسيطة وهتلاقي الحل معانا شغال كويس قوي يلا بينا نشوف مع بعض الحل طبعا البداية ان انا احط الجادول ده على الpower query وده انا عملته قريدي حطيته على الpower query وعندي خطوتين الخطوة الاولى فيها source والخطوة التانية فيها change type وتعالى نفكر ايه اللي محتاجين نعمله انا محتاج بداية اخلي التاريخ اللي في الصف الثاني ده يطلع جنب التاريخ اللي في الصف الاول والتاريخ اللي في الصف الثالث يطلع جنب التاريخ اللي في الصف الثاني ولو جاي تاريخ اكتر من كده يحصل معها نفس الكلام طبعا انا عارفين اي جدول في الpower query هو zero based بمعنى ايه انا مكتوب عندي واحد اثنين ثلاثة لكن في واقع الامر لو حبيت اختار الصف الاول لازم استخدم zero لو حبيت استخدم صف الثاني هستخدم واحد لو حبيت استخدم الصف الثالث هستخدم اثنين وهكذا انحips اي mechanisms سيجعليني أعرف doveц gets primeair ولكن اريد ان ابدأ لعطول من الصف الثاني يعني ايه بمعنى ايه؟ هو في معنى هو الصف الاول ده ие اريد ان اخذ الصف الثاني اريدjourdد اريد الصف الثاني اريد الصف الثاني اريد صف الثاني وهكذا طبعا اهف cooperate launches سأذهب إلى حلقات Column و سأجد شيئا اسمها Index Column سأختارها و أخبره لو سمحت From 1 و لماذا قلت له From 1؟ لأنني كما قلت لك أريد أن أستخدم الصف الثاني والثالث والرابع و هكذا ليس أريد شيئا من الصف الأولاني وبالتالي سأبدأ الترتيب بتاعي 1, 2, 3 على طول بعد ذلك أريد أن أحاول أجيب هذا Start Date كما قلت لك ولكن متشفت واحدة لفوق أريد أن أعمود جديد لكي أفعل هذا المرة سأعمل Custom Column سأذهب إلى Custom Column سوف أفتحي الهند و سأسمي العمود الجديد End Date كل ما سأعمله سأعمل رفرنس لStart Date موجود في الخطوة السابقة في الخطوة السابقة لكي أعرف رفرنس الخطوة السابقة أخذ بالك الخطوة السابقة كما ترى فيها Space يعني Added و Space و Index سأبدأ بالهاش ثم أضع Double Code و أكتب Added Index سأعمل رفرنس الخطوة السابقة أريد منها أريد أن العمود جديد دابل كليك عليه و أخبره سأجد لك دابل كليك دابل كليك دابل كليك دابل كليك سأجد كل لائن فيه عبارة عن لستة واللستة ما هي إلا التوريخ موجودة هنا لحدي كليك لأني أحتاج ما هي من هذه المساعدة؟ محتاج في السطر الأول يجب لي الأيتم الثاني في السطر الثاني يجب لي الأيتم الثالث في السطر الثالث يجب لي الأيتم الرابع الذي ليس موجود حاليا ولكن سأجرب و نرى سأقوم بإدت و أرجع ثاني لكي أستطيع أن أجد السطر السابق أنا قد عمل الإندكس الذي بدأ من 1-2-3 يمكن أن ترى من طريق الكرلي براكت سأخطر الإندكس و أضع كليك يجب لي كل سطر سأخطر الأيتم الذي موجود قدامه الإندكس 1-2-3 إذا قد عمل ستجد السطر الثاني يجب لي التاريخ الثاني ظهر عندي في السطر الأول والتاريخ الثالث ظهر عندي في السطر الثالث والتاريخ الأخير ظهر فيه لا يوجد مشكلة سأجلبه و سأتعامل معه بعدين بالنسبة للتاريخ لأنني أريد أقول أن السعر بدأ في 1-1 و انتهى فيه 14-3 لأن يوم 15-3 ظهر سعر جديد فأعمل كده إزاي يبقى محتاج حاجة خليني أطرح أيام من التاريخ و هستخدم فونكشن ظريفة جدا اسمها date.addays هعمل edit واروح قبل كله أنا عامله ده كله قبل المعادلة دي كلها و هستخدم فونكشن اسمها date.addays وأفتح قوس طالب مني إيه في الأول عايز مني date أو time و طبعا الناتج النهائي من كل الكلام ده هو date أو time يبقى حاجة في الآخر هعمل كاما و أقول له minus 1 يعني كإني يبقى له لو سمحت كل تاريخ تلاقيه في العمود ده اطرح منه واحد و هقول له أوكي فعلا بقى عندي من 1-1-14-3 من 15-3 لغاية 14-4 وبعد كده عندي error طب أتعامل مع error ده إزاي خدناها المرة اللي فاتت أنا ممكن أحطي لك هنا اللينك اللي شرحنا فيه موضوع التعامل مع errors وتعالا نشوف مع بعض ممكن نتعامل مع الرر ده إزاي عشان نحل مشكلة الرر ده هنستخدم try and otherwise و زي ما اتفقنا قبل كده try and otherwise ما هي إلا if error اللي موجودة في الأكسل ولكن داخل power query كاني بقوله لو سمحت عايزك تجرب حاجة معينة لو مفيش فيها error مفيش مشكلة لكن لو فيها error لو سمحت اعمل حاجة مختلفة بالضبط نفس اللوجيك أو نفس المنطق اللي بتشتغل به دالة if error اللي موجودة في الأكسل فهعمل edit وهي قبل الكود ده كله أعمل enter عشان أخد خطوة لتحت و هبدأ أكتب try و زي ما انت شايف كتبها لي بالأزرق معنا كده ان دي كي وورد هو فاهمها و هلو سمحت بعد try عايزك تجرب كل الكود اللي مكتوب هنا لكن لو لقيت فيه error هستخدم الكي وورد التانية اللي هي otherwise عشان أقول له ايه الاكشن التاني اللي ممكن يعمله و هاخد برضو enter الاكشن التاني عايز اقول له لو سمحت اخد تاريخ النهاردة لو سمحت اجرب الكود ده لو لقيت فيه مشكلة من فضلك عايزك تاخد تاريخ النهاردة و عشان اجيب تاريخ النهاردة في معادلة صريفة جدا اسمها date time dot local now هبدأ اكتب date time واول اختيار عندي date time dot local now وبعد كده ممكن اقفل و افتح قوس مفيش اي برامتر مطلوب و ما هي الا ده اللي بتجيبلي تاريخ و الوقت بتاع الماشين اللي شغال عليها دلوقتي حالا فلو دست اوكي زي ما انت شايف ادياني في اخر سطر تاريخ النهاردة و كمان الوقت طبعا خد بالك ان انا مش محتاج الوقت انا محتاج بس التاريخ مفيش مشكلة ممكن اعمل edit و قبل date time dot local now ممكن استخدم فونكشن تانية اسمها date dot from فحبدأ اكتب date وبعد كده dot from و افتح قوس و اقفله في الاخر يبقى كده بتاخد بس بتاخد بس المقطع بتاع التاريخ من داخل التاريخ و الوقت اللي بيجيلي من الماشين اللي شغال عليها فحقول له اوكي و بالفعل جاب لي التاريخ فقط لغير احنا كده جاهزين خلصنا كل حاجة اخدنا كم خطوة ثلاث خطوات بعد السوص change type و add index و add custom اعتقد كده تمام التمام محتاج بس اخد الكولومز انا محتاجها فقط وهي start date و بعد كده end date و اخر حاجة price right click و هقول له remove other column كده انا ready ممكن اقول له home و اقول له close and load و close and load to هختار existing work sheet و هختار column E و اقول له اوكي و add query ممكن اختار design ابسط شوية وليكن ده مثلا وتعالى نزبط date format ممكن اخذه من هنا على طول مفيش مشكلة وتعالى نجرب ندخل تاريخ جديدة ادي ترخين جودات control c control c control v right click و refresh ال query شغالة بشكل ممتاز جدا الفقرة الاخيرة و دايما بحب انهي بيها الحلول بتاع تحديات power query و شكر خاص جدا لكل الناس اللي شاركت معنا فاتحي طاها روي ويلسون شهاب الصغير عليخندرو سايمون عثمان علي التماش اشرف حواش احمد سيد ادريال دي اس ابراهيم اوزاديد والاستاذ عبدالله مشعل شكرا جدا ليكم بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو و اشوفكم في التحدي الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة